انا رجل متقاعد في البيت ما عنديش لا شغلة ولا عملة فانا كنت يوم في القلب المسجد بطلع بلاقي مصاحف كتير ممزعة فاجى في بالي ان انا اقعد ما عنديش ولا شغلة اصلح المصاحف الموجودين فالحمد لله طلع بيدي واشتغلت وطلع اجود الشغول الحمد لله المصاحف يكونون مزعين ومتركين على جانب ما احدانش يمسكهم ما احدانش يدور عليهم بعد مساجد تلاقيهم عشرهم من مزعين معبينهم في كياس ورمينهم على جانب وهذا حرام المصحف ما بنهجرش حرام هجروا فعلشان هيك هذا اللي مشجعني ان انا ادور على هذه الشغلة اللي اخلي احيي كلام الله اكتر من عشرين مسجد انا اشتغلت كل جلدة سمرى زي هذه بتشوفيها فأي مسجد تلاقييني انا اللي اعملها والله انا مخترتش هي اجت عفوا هيك اجت من الله اني هنا احط لانا لقيت الجلدة هذي اقوى جلدة عليها هي اللي بتخدمي والله حسب الموجود عندي اذا لقيت عندي شغل لو على مدارس هي عضلة شغال ما بازهقش خلص سبحان الله هيك التسهيل هذه عنا مصاحف كتير احنا بنجمعها ونجددها روحنا بردية غزة طلمنا منهم محل انه هدا تعاون مع البردية مع اهل الخير ويجبنا العدة هده كلها قالوا تفضلوا هاي محل الكوا واشتغلوا لازقوا مصاحف واللي عنده مصحف بالبيت ممزق بيجيبوا بياخد بدالهم جدا من دون تمام الهدف احنا من نجمع كل المصاحف يعني الناس اللي عنده مصحف ممزق مدام يروح هانوان يروح يلازقوا ويجيبوا على السوق بيكلفوش لهم مصالات بيجيبوا على السوق بيجيبوا المصحف تبعوا معاه وياخد بدالهم احنا يحطين السندوق على المساجد فيه ناس مثلا بدوش عندهم مصحف بيخجل يروح بيش عارفون يوديه بيقول لكم بيخجل هنا عشان ممزع الولاد ممزع بيحطوه بالسندوق احنا بنجمعهم من السندوق المصاحب الممزق مثلا في هذا المصحف مثلا خاسس في ورقة مزق نجي من المصحف تاني ونركب له بيصير ايش كامل المصحف والله احنا ولا حاجة احنا لله يعني يعني نزلنا ما كبير بقدرش اعمال قاعدة الشغلة هذي وزلنا ما كبير برضو قاعد يعني مستقر هو بيشتر الشغلة هذي يعني ناخدش ريفلس من حدا